ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشيكون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بإليه من إله غير الله يأتيكم بإليه أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بإليه من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقل ما هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن طارون كان من قوم موسى فذغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومهم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيتهم على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشذ أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشذ قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي طارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم فواب الله خير فواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلطاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداله الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء من جاء بالحسنة فلو خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصفتنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الله اشتركوا في القناة